وحكومة كردستان يساورون القلق كسائر المواطنين في أنحاء كردستان كافة إزال هجمات الإرهابية المتكررة في الأشهر الأخيرة على الشعبنا والبنية التحتية العامة لقد لجأ الجبناء الذين ينفذون تلك الهجمات إلى الاعتداءات الإجرامية لأنهم فقدوا تعاطف الرأي العام في باقي أنحاء البلاد وبدلا من التركيز على المستقبل والتكامل الاقتصادي مع بقية العالم لخلق فرص عمل للشباب تطلق تلك الجماعات الخارجة عن القانون صواريخ على قران وعلى المدنيين عامة لقد تحدثت عبر الهاتف مع الشركاء السياسيين الرئيسيين في قليم كردستان والعراق إلى جانب أصدقائنا في الخارج وخلال مكالمات مع رئيس الوزراء الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي شددت على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمرقة والقوات العراقية لمليئ فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها بشكل متهور وشرحت لرئيس الوزراء أن الهجمات تهدد الاستقرار والمناخ الاستثماري للبلاد قاطبة ودعوته إلى اتخاذ إجراءات علنية وعملية لكبح جماح تلك المجميع كذلك وجهت السيدين وزيري شؤون البيشمرقة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز وفي إطار الخطة اتفقنا على تعزيز المنطقة بقوات إضافية وستتم مراجعة المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة كما تحدثت الليلة الماضية أيضا مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد بريت مكورغ إذ يجب أن يظل أصدقاؤنا الأمريكيون وكل مستثمر ملتزمين وغير مستسلمين للخوف وعلى مداري الأيام القليلة المقبلة سأحث أصدقائنا وشركاءنا الدوليين ومجلس الأمن الدولي على تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد السبل لنا على حد سواء لحماية المزيد من الهجمات الإرهابية إن حكومة إقليم كردستان تقدر بشدة وستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة وأضحت أن أي هجوم على كردستان في أي مكان هو اعتداء على كل كردستان وشعبها وفي لحظة الاستفاف الوطني هذا أهيب بشعبنا للبقاء حازما إن هذا يعد هجوما صارخا على بنيتنا التحتية وجزءا من جهد منسق لردعنا عن خططنا الاستراتيجية والبرنامج الإصلاحي وهي بالتاكيد لن تزعزع صمودنا مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان في السادس والعشرين من حزيران الفين واثنين وعشرين